مرحبا بكم في فيديو جديد معكم هند من اسطنبول نتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سأخذكم منطقة جديدة مهما مرني درت عليها شي فيديو ولو وريتها لكم منطقة اللي كتصحق الزيارة ماشي بعيدة بالزاف على مركز المدينة جي في الجانب الاوروبي اللي هي منطقة ساريير فيها تسعود المناطق اللي قدم ثمانية وثلاثين حي وحنا غمشيو الواحد الحي اللي مشهور بزاف وفيه تصوروا اشهر المسلسلات منهم العشق الممنوع وايضا فاضلوا بناسها بزاف دي الناس غيكونوا شافوا هاد المسلسلات ويبغيوا يعرفوا فين جاو القصورة او للفيلات اللي تصوروا فيهم واكيد كي اللي ما عندوش مع المسلسلات غدي نوريكم الجانب الجميل في هذه المنطقة وشنو يمكن لكم شوفوا الجمالية ديالها كونها انها تطل على الميدياق ديال البوصفور وفيها منطقة ديالتقاء البوصفور مع البحر الاسود فخليكم معي ان شاء الله باش كتشفوا معي ديالفيديو خاما بغيتش نتكلم صراحة في هذا الموضوع لانه وكي ألمني بزاف الواقعة اللي تراتف تقسيم الله يرحم الضحايا والله يصبر الاهلي جالهم الله يشافين الناس اللي مصابين والله ياخذ الحق في اللي كانت سباب يا ربي تحفظنا وتحفظكم وتحفظ جميع الناس من هادي شي يا ربي يكتب علينا مكاتب الخير بغيتنا نشكركم بغيتنا نشكركم واحد بواحد جميع الناس اللي كتبوا لي تعاليق جميع الناس اللي سألوا عليها جميع الناس اللي جواوا عندي الانستغرام الفيسبوك لجميع الصفحات ديالي كيسولوا وكيطمنوا عليها بغيتنا نشكركم بزاف من قلب الله العظيم ما كانش كيسحب لي هاد الحب كامل كتحبوني انا الحمدلله بخير ما نزج لكم فيديوهات هاد الأيام احتراما اللي وقاعوا ايضا نفسية ما كانش مزيانة جوابي الناس اللي كيسألوني بخصوص دابال الصفر التوركيا خافوا من هاد شي اللي وقاع قل لن يصيبنا إلا ما كسبوا الله لنا هاد شي خاسكم تديرو في بالكم فيما مشيتو راي قد يوقع شي حاجات حاليا دابال اوضاع مستقر راي يعني ما كانت شي حاجة وكل شي رجع لطبيعة ديالو سياحة رايب ناس كتجي وراك الدور كتخرج ما وقعت شي حاجة اللي نجينا ونجيكم فخلينا ندوزو الفيديو ديانا على بركة الله كيفاش نمشيو الساريير غان ناخدو الميترو غان تاجهو نحو هاد جي اوثمان شوفوا كيفاش مكتوبة هاجي اوثمان غادي ننتظروا رايك تشوفوا تيجاه خاسو يكون هاجي اوثمان راهي اخر محطة اللي كينا كتركبو فيه كيما كتشوفوا راهي الخراسة فيما كينش حاجة من مراها كتنتظروا حتى كينزل في المحطة الاخيرة ديك الساعة غادي نزلو وغادي ناخدو الباس غادي نوريكم وهنا غادي نوريكم في الطريقة ديال الرجوع كيفاش يمكن لكم تديرو جولة بالبوصفور بارخص ثمان غادي نخليكم ان شاء الله في الفيديو غادي تفهموا بزاف ديال الحاجات وغادي يفيدكم بزاف بزاف كيمما كتشوفوا هدا والمترو امجوج ييني كابي ديال ييني كابي ولكنتو ما غادي تجاه ديال هاجي اوثمان هنا يرا نزلنا في المحطة غادي تطلعو على الفوق حتى تخرجو على برا يعني من المحطة نهائيا كيف كتخرجو راه غادي غادي يبال لكم يعني الباصات احدى المترو كما كتشوفوا كينين مصاعيد بالنسبة للناس اللي كي يسألوني دائما سواء دوي الحتياجة الخاصة او اللي عندهم عربات اطفال فكينين يا إما المصاعيد كما كتشوفوا كتخليهم على يديكم اليمين او كينين هذوك الدروج العاديين و كينين بزيoi بديل خرجات خرجو من الخرجات اللي فيها أوتوبيسチャقي أوتوبيس كيف ما كتشوفوا أوتوبيس والأوتو بالAKE ههد البلاسة غا تخرج ع 비لي لأநه الخرجات حيث كانين بزيoi بديل الخرجات فهمتوني sho ما غا تكتبوا قره هذيك اوتوبيس ثم ما اتخرجوا في الباسات منيش الشvenge كينما كشوفوا كسب قوطها للعين في الدروج يا عاكم عارفي المترو بالنسبة للطريقة أسرع لكي يوصلوا هي هذه يمكن لكم تمشيوا بالبخيرة ولكن انا فضلت ان ندروها في العودة باش نوريكم واحد الجولة كبيرة بثمانها رخيص دبا نمشيوا طريقة ديال الميترو والباس ثم بعد رجعوا ان شاء الله في البخيرة غادي نفيدكم ان شاء الله بواحد الحاجة والله لم تحمسا نشاركها معاكم ما علينا اليمين جالكم اللي نطلعو من الميترو غا يبليكم باسات هدو مال ارقامة الباسات اي باس تركبو فيه 25 150 150 152 احنا اخدينا الرقم ديال الباس 150 سعر ديال التعريفة دبا حالين هي سبعة ليراو سبعة وستين بنسبة للباس منين غا تركبو كي يبليكم البحار وهذه الجهة صراحة صار يروا عرا بزاف لانه منطقة اللي زوينة بزاف راقية كالتعتبر يعني من البلاصة اللي كي قطنوا فيها الاترياء ديال اسطنبول لانه العقارات تبارك الله عالية وما فيهاش ضجيج ما فيهاش ناس بزاف ما فيهاش سياح يعني حسب لاصمة معروفاش يعني مصحوبة بوحد الاطلالة اللي هي طبيعية وخلابة وكي عندهم شجار المال خضورة بزاف ديال حاجس المهم احنا نزلنا في ساريار مركز رمشي بزاف ما كاملاش حتى عشر ديال دقايق ونزلنا واتنزلوا في ساريار مركز احنا نزلنا في اخر محطة وغا نوريكم محطة اللي قرابين لهيه على اليسار ديال نفين غاديمشي ونوريكم يعني الفيلات اللي تصوروا فيهم المسلسلات اللي بكرت ولكن قبل انا قلت نوصل احسن لساريار مركز باش نوريكم اشنو كان في المركز تماك اشنو شنو الاجواء اللي كان يتماك كان في حال اشغل نقول لكم بور ولا بور صغير اللي كان تماك حدا بزاف ديال المطاعم بزاف ديال المحلات زوينين ما قاها هي اللي لمنظر دياله مغزال ما على اسف كيما قلت لكم الجو ديال داك النهار كان مغمم ما كانش الشمش كان تشتهد داك النهار مع الاسف ولكن الجو كان رائع لانه البلايسة كما قلت لكم هادئة بزاف يعني بعيدة على الضجيج وعلى الصداع ديال المناطق السياحية وعلى الغلاء ديالهم منطقة كتتعتبر يعني اغلبيتهم ناس محليين يعني قليل فاش كتلقوا ناس اللي هم سياح جايين باش يشوفوا هدوك البلايس لتصوروا فيهم داك المسلسلات الشهيرة كيف قلت لكم احنا يا خلينا على اليسار مني نزلنا من الباس على اليسار ديالنا هي البلاسة اللي غا مشيو لها فين كيني الفيلاس احنا مشينا على اليامين ديالنا باش نوريكم حتى هاد البلاسة الناس اللي متبعين المسلسلات باش نكونوا واضحين انا مشات معي اغلوحد صديقة كما كنقول لكم دائم في استغرام كنشارك معكم استوريات يعني كيكونوا في نفس النهار كنت مشات معي واحد صديقة جالية اللي وراتني هاد المسلسلات والبلايس لانه شخصيا ما كنت تبعش لمسلسلات يعني قليل المسلسلات اللي تفرج فيهم مش حال هدي بحكم دبا ما كينش الوقت وما كينش حتى الخطر لهم وراكم عارفي الاولاد مسؤوديس بزاف جال حاجات فانا ما متبعش بزاف يعني المسلسلات نهائية بتوركية مبقيتش متبعتاش حاجة مشيت مع السيداي اللي بقت كتوريني وكتقول لي صديقة ديالي صارة من هنا كنحييها وكنشكرها بزاف على هاد النهار اللي اعطاتني صراحة الخطر وشرحات لي اش حال بحاجة واد البلاسة في المصور هنا وهنا وهنا يعني بدار تكسر من الجهة ديالة كيما كتشوفوا هاد السحيل راح خاوي زوين المنطقة يعني كيما قلت لكم تستحق يعني جامعة بواحد المنظر رائع يعني كيما قلت لكم الجبال الخضراء وايضا الغابات ديال بيلغراد اللي قريبة ذاك شي زوين تستحق انكم تشوفوها تشوفوها عن قرب لانا صراحة تصوير مع هاد الجو اللي كنقول لكم غمم ما عطاهاش حقا ايضا كين ميديا جي احمد الناس اللي متبعيني مش حالا دي وعارفين ضايقينو في بشيكتاش لقيتوا نيت كين هنا يا ارا كيما قلت لكم را الباص فين حتنا ودخلنا معه هنا يا هنا كين بزاف جا المطاعم كين بزاف جا المحلات الناس اللي ما فطرواش يقدروا يجيو حتى الهنا ويفطروا كين البوريك كين بزاف جا البلايس اللي زوينين وهادئين وكيما تكيكم خاوية الدنيا شوفوا الدنيا كيفاش دايرا دائما انا كننصحكم خصوصا الويكند تحيدو يعني وخا الناس اللي جيين هنا يا عطلة يعني ما يمكن اللي همش يعني يومين يحيدوها ولكن تنفضل ان بعض المناطق تشاف يعني وسط الأسبوع كتكون أحسن وخا هادي وخا في الويكند يعني ما غتلقوش واحد ازدحام كبير بزاف كيما كتشوفوا الباصس هاو ما تيجيو من هالطريق الزنقة اللي ميجينا من احنا يمكن يكونش فيها الباصس ولكن هي هادي الباصس فحال احنا ندرنا واحد دورة هكا على اليسار ديانا وجينا هنا هادي المحطة ديال الباص اللي نزلنا فيها وعلى الجهة اللي كالنفاح هي اللي راجعي منا ديبا غادي يمشيو الجهة اللي فيها هادا المسلسلات اللي تصوروا فيها العشق الممنوع وايضا مهند وانا راكم عارفين المهند كان ضمن نور او لا لا مهند وصامة ما رمدي وشاليا النار ما متبعاش مزيانة شي هاديك شي كاتباء اللي قتلي البنت غادي نقولوليكم وايضا فاضيلا وبناتها هاد المسلسل كانت ماما متبعه في المغرب انا ما ما متبعتوش في بعض اللقاطات مني كتنزلت المغرب لقيت ماما متبعه قلتلكم قبيلة غادي نوريكم كيفاش تجيو عن طريق البحر في طريق ديال البحر كتاخدو من ايمينونو كين واحد واحد الباخيرة اللي كتجيب الساريير ياك وهي مني كتجيبكم كتحطكم هنايا يا اي ما في بيوك ديري ياك او لا هنايا في صاريير ارا كتكون تبارك الله عندكم ساعتين لاروب يعني من ساعة 1 حتى لساعتين لاروب كتاخدكم الرحلة هادو ما التوقيت ديالها كيما كلكم من ايمينون هنا نيشان كتاخد وقت اطول ولكن يمكن لكم تديرها بلص ما تديروا هذه الرحلة ديال البوسفور اللي كتخلصوها غالية قريبا 75 ليرا ساعة ونص هادي تقدروا تديروا ساعة ونص حتى لساعتين لاروب وفقط تقريبا 1-7 ليرا ونص او لا 8 ليرا ما كامل اشاني في حال الثمن جال الباس هادي زوينة ولكن كتخلصو بكارت ديال اسطنبول وكي ممكن لكم انكم تحتكم هنايا وكتخرجوا وكتدروا على اليسر ديالكم ها هي المحتة وكتدروا على اليسر يعني كتعدوا المحتة بظهركم وكم مشيو نيشان في الجهة اللي احنا بغين نمشيو لها وفي الباخرة غادي نرجعوا منها ان شاء الله غادي نصور لكم رجوع فكيف ديت لكم بغض النظر على الي متبع هادي المسلسالات اولا لا اولا سمتوا تشوفوا المكان تصوير فالمنطقة زوينة بزاف المنطقة كما كتشوفوا فهي خاوية ما فيهاش ديك الازدحام وديك العمورية اللي كيني في المناطق السياحية اللي معروفة وايضا فيها واحد الجمادية اللي يعني بزاف كما كتشوفوا هدو اسم الشارع سميتو ميسر بونو وان بعد دقائق يعني ماشي بزاف غادي بلكم المنزل الشهير اللي متلو فيه باللغة العربية كان سميتو فاضيلة وبنتها او فاضيلة هانم وبنتها نفس يعني العنوان بتركيا بالجانب ديال المنزل يعني كيطل عال البحر اللي متبعين مثل ثلاثة راح عارفين كانت كتجي تقلس في هاد الكورسي هاد المرات كتغضب هدي الحرجة ديال المنزل كما كتشوفوا المنزل راح مسكون يعني يعني فيه سكان يعني ماشي فارغ فقط للتصوير حاولنا نقربو ولكن يعني كانوا كالباب مقفل يعني غير مسموح للناس بالدخول إليه نهائيا التحت كما كتشوفوا في حال كين غرف ديال الخدم او المساعدين ديال منزل حاولنا نطلوف حال هاكاك لكن حت ديرين كاميرات ماك في الباب جاو حت سيد خرج وشافنا دايزين يعني كنصور كنت انا وصديقات جالي بقى كيشوفين بحق ما قال لنا تشي حاجة والقناة السيارة بغت دخل هنا يا ماشي جيها ديال المنزل اللي احنا كنصوروا فيه إنما المنزل اللي ملاسق معاه هو بقى على يمين دياله وقداموا اللي بغتوا تنزلوا نيشان قدام البيز ها هي محطة الباس اللي كنا جينا فيه ها تنزلوا في هاد المحطة اللي غادي سحتكم نيشان راكا تشوفوا المنزل يعني ما بغتوش ندرو دايك الشي اللي درنا احنا الصباح ومشينا حتى للساحل وعد باشا رجعنا على رجلين وخال ما سفره ما طويلاش بزاف يعني وحن عشرة ديال البقايق ماشي هادي هي المحطة اللي يمكن لكم تنزلو مقابل المنزل فبالنسبة للقصر الاول ما تمكناش انا ندخلو ليه لانه يعني فيه الاصحاب دياله فغل مشيو القصر التاني اللي كي بعد فقط واحد بعد خطوات على القصر الاول اللي مشينا ليه كما كتشوفو القصر الاول ديال فضيلة وبناتها والتاني ديال العشق الممنوع اللي كان متل فيه مهند وصمر اللي كان دربهم ديك الساعة كل شي كان كيتفرج فيه ايام مسلسلات تركية الله بدهوا تقريبا انشي 14 ولا 15 لسانة الناس القدامين غايكونوا تفرجونا فاديك الوقت كنت شفت هداك المسلسل ولكن من بعد صافي مبقاش عندي معاهم بزاف كيف كتشوفو راكينين اماكن هنا في الساحل ديال على البوصفور اللي كي يعمو فيهم الناس اصلا المركز هدا ديال ساريير دير في حلشي مدينة توركية ريفية اصلية المصدر ديال الراحة والهدو وكتشوفو فيه الناس كي يستمتعوا بالسير المسافة الطويلة على المضيق ديال البوصفور والبعض منهم ايضا كي مارس الصيد على بعض الموانئ الصغيرة كما كشوفو قوارب صغيرة ديال ديال الصيد شوفو هنا طيور نورس مجمعه بهاد القارب ديال الصيد لانه كان فيه السامك شو واحد المنظر اللي هو صراحة نزوين بزاف كما كنقول لكم هاد الجيهة راه بزاف الناس كيشوفوها في الافلام كيشوفو هاد المشيال اللي كتكون هاد الممر اللي كيكون حدى البحر وما كيعرفوش فينه وصراحة بزاف الناس كيرسلوا لي رسائل كيقولوا لي يا عافك معمرك ما صورتنا البلاصة اللي كتبان في الافلام حدى البحر ما شفناهاش في اسطنبول فهي هاد البلاصة وهذا هو القصر الثاني كما كتشوفو هاد القصر راه مبعيدش بزاف على الاول عنده دخلا كيمكن لكم دخلوا ليه ماشي مشكيل كيف تحمل العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء كل يوم ما عدا يوم الاربعة وايضا اليوم اول من السنة يعني واحد يناير ثم الدخول هي مجانية فابور الدخول كتدخلوا بالنسبة الفيلا يعني ما فتوحاش كاملة فقط واحد الجزء منه اللي معروضين في زرابي اللي غنقول لكم علاش داخل ممنوع تصوير فقط انا حاولت نختلس لكم لقطة لانه كينين تمك سيكوريتي كين امن سميتها على صاحب الفيلا اللي هو وهبي كوتشي بيقداري هي البلاصة اللي احنا فيها هنايا وبنسبة القصة الفيلا اللي عودت لي الصديقة دي اللي صارة كان حياة من هنا يا قاتت لي بلي واحد المعجب بالفيلم اللي شرم بعد الفيلم اللي الدعاء اللي مسلسل دي اللي عشق الممنوع شرم هاد الفيلا وهذا غالط هاد القصة القصة الاصلية اللي بحثت عليها هي ان هاد الفيلا في الاساس كتعود لهد عائلة راجل اعمال تركي وهبي كوتش اللي هو من عام الف وتسعمية وتمينية وتلاتين والابن الواحيد دياله رحمي اللي صنفته مجلة فوريس الامريكية عام الفين وستاش بانه وبين اغنى الف شخصية في العالم ومنيحة رحمي كوتش منزل عائلتي رقم ميوت سعود على ساحل صرير تبارك الله عندهم مزاف ديال الفيلا تماشير غير هادي وهاد فيلا مكونة من عشرة ديال الغرف مزافة دعا ما بين ثلاثة ديال الضوابق وهما كانوا اجروها لمدة سنتين باش تصور فيها المسلسل ديال العشق الممنوع مقابل ستلاف دولار امريكي شهريا كروها ما بين الفين وثمانية و الفين وعشرة فين كان كي تصور المسلسل الشهير ديال اللي خدا في الدور مهند ممتل مع الممتلة برينسات في الدور ديال سامار اللي قتلكم من بدك التعرض للمسلسل واللات اطلق على اسم هاد الفيلا زياجيل بالنسبة للشخصية الرئيسية في المسلسل عدنان زياجيل اللي قام بالدور الممتل المخدم سلجوك يونطان كما قلتلكم بالنسبة لهذه الفيلا فهي مزيد بين الحياة العصرية الصاخبة والريفية الهادئة فيها واحد الحديقة زوينة بزاف اللي كتشوفو مفتوحة ايضا ان كلكم زياجيل تشوفوها ولكن كما قلتلكم بالنسبة لهذه الفيلا من بعد شهرة دياله الكبيرة من داعة المسلسل ولسيما في العالم العربي اللي كتر ضد الجمهور عليها التقاط الصور بالجانب ديالها وحولته العائلة في الفين وثمنتاش الى متحف العرض الكيليم هو واحد من نوع من السجاد الغالي للنسيج توركي لجماعته المصورة الامريكية جوزيفين باول خلال زيارة دياله المتعددة لمنطقة الانادول ثم تبرعت به المؤسسة ديال الوهبي كوتش قبل الوفاة ديالها عام الفين وسبعة وهاد شي اللي غادي بي لكم اللي قدام البابني كتدخلوا غايبا لكم سيرة ذاتية ديرها وصورة ديالها مع الاسد مقدرش نصورها لحقش كان السيكوريتي حدايا فماش تديتاش المتحف ديال الكيليم في الفيلا ديال العشق الممنوع مفتوح الجمهور زيارة مجانية ما عدا يوم الاربعاء ويوشار ان المؤسسة ديال الوهبي كوتش كتتعد احد اكبر منطمة الخيرية غير حكومية في توركيا اللي كتنشط في مجالات الرعاية الصحة والتعليم والتقافة وهو تبارك الله يعني مخصهم تشي خير فهم مفاتحين دابة حاليا هذي بالمجان والناس كتمشي تشوف فقط هذو كسجاد وايضا كتصوروا العشق المثلثة اللي يمشيوا كتصوروا احنا تلاقينا بزاف ديال العرب ما عموش لكم بزاف بزاف ولكن نقول لكم واحد تستجل اشخاص من العرب اللي يلقيناهم تماماك جاو باش يلتقطوا ايضا تصور ويشوفوا الفيلا من الداخل كيف كتشوفو هنا حابسين يعني ما يمكن لكم مش طلعوا مازال الفوق الفوق كي طلع على الغابة كما كتلكم صرير هنا فيها بزاف ديال الغابات بزاف ديال الباساتين وهنايا كتشوفو الحادقة كاملة ديال القصر صراحة زبينة واحد لهدو واحد الزقزقة ديال العصافير كما غتنزلوا على اليمين جالكم غايبا لكم هنا فين كان العم ديال مهند اللي كان عندو هنا يا لاتولي يجاله فين كان كان ضن انه كيرسم الى مخان تنشد كيرا وهنايا فين كان كيرسلي ديه من الصباغة فصاف هي هدية الجولة يعني ما كنش واحد يعني ما تاخدش منكم الوقت بزاف فقط الوقت اللي ابوتو سلتقطوا صور أما الجولة فهي كانت جولة ليه سريعة وصراحة زوينة كت تفكري بزاف ديال الأحداث وربما بدت تفكري بزاف ديال الحاجات اللي شفتوهم في المسلسل مع الاسف ما محلولات كاملة كما قلت لكم ولكن دابارة واحد القاسم الكبير اللي هو مفتوح والسجاد تبارك الله را كان قديم من العصر العثماني فيه بالنسبة للناس اللي عزيزين اللي هم السجاد يجي يشوفوه في سفارت هادي هي المحطة ديال الباس إلا جيتوا في هاديك الباس اللي ركبنا فيه من الميترو رقم 150 يمكن لكم تنزلوه في سفارت را قدامو الفيلا ديال العشق الممنوع بنسبة للناس اللي ما باغينش يديرو هاديك التراجير اللي يدر نحنا من الأول فامكلكم جيو نيشان وتنزلو فيه منطقة ديال ساريير بزاف من دكم غيشوف الباطو غيقول لرا في الجهة الآسيوية لا هي في الجهة الأوروبية من إسطنبول هي في الشمال ديال مدينة ديال إسطنبول في الجانب الأوروبي فيها بسعود ديال المناطق اللي بتلكم 38 حي تقريبا لكيحد الشمال ديالها المنطقة ديال أيوب والجنوب المنطقة ديال بشيكتاش وشيشلي والغرب ديال المنطقة ديال تايت هاني معروفة بزاف يعني هادي ديال المنطقة سياحيا يعني توريست ما سيعرفوش بزاف تبارك الله هرا فيها مئتين وستين ألف نسمة فيها بزاف ما يتشاف فيها غابات غابة ديال بيلغراد فيها الحديقة ديال إميرغان اللي كنت صورت لكم فيها توليب فيها مقاهي كما كتشوفو اللي يجيين هكا على المطلين على البوصفور زوينين فيها الخضورة بزاف المنازل ديالها زوينين يعني عغي بشتشوفو فيها أيضا إسينيا بارك اللي كنت صورت لكم يعني ذاك المول اللي فيها يعني الماركات العالمية ديال أترياء كين فيها بيوك داريهي اللي غادي نمشيول إحنا كنتمشوني تندابا فيها الحديقة ديال إسينيا بارك الميناء ديال إسينيا فيها الساحل ديال كيرتشورنو يعني فيها بزاف ديال حاجات فيها الحديقة اليابانية بزاف الحاجات منتزه ديال أتاتيرك كنحاول نتفكر ودي إسطنبول أيضا المول ديال ودي إسطنبول الرائع بزاف هاد المنطقة أي بلصات مشيولا مخاشو ديال إكتضاد الإزدحام زوين وتن ناس اللي كينين رائعين هادا مسلسل جديد يالله يالله ديريلي إشارة تبارك الله الإنتاجات التوركية ولات كثيرة وكثيرة فأيضا معاليم سياحية اللي منها روميلي إحصار ولكن بحالين را كي يجدو فيه كين المتحف ديال ساكي بسابانجي فيه المتحف ديال ساد بيرك هانيم فيها الرمز البريدي ديال سارير إسطنبول كين بزاف ديال الحاجات الي كينين تمك في سارير معلأسف بغيت نكمل لكم هاد الفيديو اللي كين جا طويل إحنا دابا بتضد أننا غادي نمشيو الجهة في المتلين حب للإيجار الناس اللي كيعرفوا ديال المسلسل ما بودش نطول لكم الفيديو حيث تبارك الله جا فيه تقريبا شي ساعة فغنقسمو لكم جو ديال أجزاء جزء الجاي إن شاء الله غادي نهدر لكم على الجهة اللي متلين فيها واحد الجهة شعبية اللي متلين فيها بزاف ديال المسلسلات سبني غا نصور لكم غادي تعرفوهم وايضا غادي نهبطو في الجولة اللي كنت لكم غادي نديروها إن شاء الله في البوصفور من هنا من سارير حتى لايمينونو غا نوريكم مش حال تعريفة اللي هي رخيصة غا تكلفكم وايضا تحيدو هذيك القضية اللي كنت درت لكم دكتور اللي كتديرو الجولة ديال البوصفور هذي غا تقام عليكم والله لا رخيصة غادي تجيو فعل هنا وغادي تدورو مع راساتكم ومن بعد غادي ترجعوا وغا تقام عليكم الثامن أرخاص بزافة خليكم إن شاء الله في الفيديو الجاي غادي نكملوا إن شاء الله عشنو بدينا نتمنى من قلبي أن يعجبكم هذي الفيديو يكون خفيف عليكم ضريف وبغيت نقول لكم واحدة الرسالة اللي مهمة الجميع الناس ده اللي حاليا ناوية إن شاء الله ديالتوركيا وخايفة من هاتشي اللي ترا فما تخافوش الحياة زرها رجعت عادية كأن شيئا لم يكن أكيد حاجة اللي وقعت ضراتنا وألمتنا بزاف ولكن الحياة تستمر لا ياخد الحق في اللي كان سباب ولا يكتب علينا ما كاتب الخير شي حاجة زرها مكتبة في أي بلاد رغا تكتب عليك ذلك الحاجة ولا بقي العمر طويل رغا العمر طويل رغا تشي حاجة ما توصلكم نتمنى أن الرسالة ديالي تكون وصلت كنشكركم بزاف على الحب ديالكم على الدعم على الكلام طيب وعلى السؤال ديالكم فيها كنشكركم بزاف وشكرا مرة أخرى وغنقول لكم إن شاء الله إلى فيديو جاي السلام عليكم